السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد اي والاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما زلنا نعيش لحظات طيبة في رحاب القرآن الكريم اطيب الكلام كلام الله رب العالمين وقد وصلنا الى سورة الفرقان نحن لحد الساعة نسير حسب الاحداث والوقائع ما زلنا في مكة المكرمة وما زال الاسلام غريبا لكنه في هذه المرحلة عند نزول سورة الفرقان بدأ الاسلام يتقوى رويدا رويدا لم يعد فقط العبيد والضعفاء وخدام البيوت هم الذين صاروا مسلمين بل صار عدد من الاترياء ومن التجار ومن العقلاء ومن اهل الرأي صاروا مسلمين بدأ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يتحسس ان رقعة اهل الدعوة تتسع وهنا سوف تنتشر الاشعات حرب الاشعات ضد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وضد دعوته وضد اهدافه وبدأ صراع القيم صراع التقاليد صراع الافكار صراع المصالح فكان الناس يحتاجون الى ميزان يزينون منه بين الصالح والطالح بين الحق والباطل بين الخير والشر اين هو هذا الميزان هنا انزل الله سبحانه وتعالى سورة الفرقان والفرقان هو الذي يفرق ما بين الحق والباطل يفرق بين الايمان والكفر يفرق بين الخير والشر نزلت هذه السورة المباركة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم اولا كايناس كانت ثواسيه وكان يشعر بان الله معه ونزلت ايضا ضفاعا عنه وعن دعوته وتأكيدا على صدق نبوته وعلى صدق الرسالة المحمدية ثم هذه السورة سوف تتضمن قضايا كثيرة سوف تنقل لنا الصراع بؤرة الصراع التي كانت ايام زمان وربنا سوف يعطي الادلة والبراهين وسوف يصول ويجول بالماضي والحاضر والمستقبل ويتحدث عن الكون وعن مظاهر الخلق الدل على وجوده ويختمها بصفات عباد الرحمن عباد الرحمن كيف يمكن ان يكونوا من المقربين الى الرحمن سبحانه وتعالى تعالوا بنا ايوا الاحباب الكرام نقرأ ونتأمل ونتدبر في كلام الله من سورة الفرقان يقول الله سبحانه وتعالى بعد اعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والارض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاءا ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا صدق الله مولانا العظيم نكتفي بيد القدر ننظر إليه ونتدبر على أمل أن نواصل غدا وبعد غد إن شاء الله تعالى في تفسير هذه الصورة المباركة هذه الصورة الفرقان لماذا سمت الفرقان؟ لأن كلمة فرقان دكرت فيها ثلاث مرات دكرت في أول الصورة ودكرت في أوسطها ودكرت في آخرها وكأنها عمود في قريد فالفرقان هو الشيء الذي يفرق بين الحق والباطل بين الخير والشر وتسمى سورة تبارك لأن ربنا عز وجل سيكرر كلمة تبارك في هذه الصورة مرات متعددات وفيها سجدة في الآية الستين هناك سجدة لأن ربنا عز وجل سيصر فيها ملكوته وعظمة الدل على وجوده في أولها قال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا رب ممكن أيها الأحبة الكرام هذه الآية اللولة فقط كونه موضوع الحلقة وهي طويلة جدا وفيها كلام كثير ولكن نبني كلاما على الاختصار لكي نتمكن من تفسير كل القرآن في مدة معقولة سنبني كلاما على الاختصار ما معنى تبارك أي تقدس تقدس الله تعالى فيها تسبيح وتنزيه لله تعالى وتباركي من البركة بمعنى أن كل ما يرتبط بالله تعالى مرتبط بالبركة فتبارك خاص بالله والخلق نقال عنهم مباركين هناك بيت مبارك فيه الخير لما تدخل إليه تشعر بالطمأنينة والسكينة وتنام في هدوء وتجد فيه البشر والبهجة هناك عمل مبارك تعبه قليل ورزقه كثير هناك بلد مبارك فيه أمان واستقرار وفيه غيت من السماء فيه شعب طيب فيه حكومة متوازنة فيه قيادة راشدة يسمى شعب مبارك دولة مباركة هناك زوج مبارك زوجة مباركة أولاد مباركين فكل شيء ارتبط بالله أخذ منه البركة والله تعالى لا نقول عنه مبارك لأنه أصل البركة نقول عن الله تعالى تبارك لأن البركة ممتدة والبركة عند الله تعالى تكون متواصلة لأن البركة إذا كانت في فترة زمنية محددة ثم انقطعت لا تسمى بركة إنسان عنده مثلا وظيفة وعنده فيها أجر كبير نسميها وظيفة مباركة وأجر مباركة إذا كانت متصلة فإذا جاء يوم من الأيام وتوقفت الأجرة وفصل الشخص من العمل لا نسميها مباركة فمن صفاته الشيء المبارك أنه يكون ممتدا ولا يكاد ينقطع وهذا ملاحظ في الأنبياء والمرسلين وفي الأولياء المقربين وفي كل من له عنده قلب سليم تبارك الذي نزل الذي نزل لم يقل أنزل وإنما قال نزل هدفها إحاء بأن القرآن الكريم يختلف عن بقية الكتب السماوية القرآن الكريم نزله الله تنزيل بمعنى نزل منجما على قلب النبي الكريم في اللحظة التي نجد مثلا التوراة التي ألقيت على سيدنا موسى ألقيت عليه الألوح كما سبق وأن تعرفنا عليها في سورة الأعراف أن نبي الله موسى لما ذهب إلى جبل طور وكلمه الله تكليم ألقى إليه الألوح فيها تعاليم وإرشادات وأحكام شاملة فلما أخذها وأعطاها لبني إسرائيل رفضوها لأنها كثيرة الله تعالى رحم الأمة الإسلامية ولم ينزل علي القرآن دفعة واحدة وإنما نزله منجما فالقرآن الكريم أنزل في رمضان شهر رمضان الذي أنزل في القرآن وبالضبط نزل في ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر نزل دفعة واحدة إلى السماء الدنيا ثم صار ربنا عز وجل يلقيه منجما مفرقا مقسما حسب الوقاع والأحداث فكانت دائما في الغالب تنزل خمس آيات خمس آيات خمس آيات كأنها رسالة مساج هذه الآيات الخمس تتضمن حكم معين أو أمر معين أو تعليمات أو أرشت معينة فكانت خفيفة على النفس وتقبلها الصحابة من الأنصار والمهاجرين وتقبلها أهل الله بكل بساطة فهذا معنى قوله تعالى تبارك الذي نزل ولم يقل أنزل لو قال أنزل دفعة واحدة لكن نزل تنزيلا أي مفرقا مقسما تبارك الذي نزل الفرقان لم يقربنا القرآن وإنما قال الفرقان لأن هذه الآية جاءت في هذا الوضع في مكة المكرمة وفي فترة فيها صراع الأفكار صراع الأوديولوجيات صراع النوايا صراع التقاليد والعادات جاءت لتفرق بين الحق والباطل بين الإيمان والكفر فأنزل الله القرآن مفرقا واضحا بينا وكأنه حكم وقاضي بين الخلق تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لم يقل رسوله ولا نبيه ولا على محمد وإنما قال على عبده وكلمة عبده هذه هي أرقى مظاهر التشريف والتكريم ربنا إذا أرد أن يكرم خلقا من خلقه وصفه بالعبودية مقابل الألوهية فإذا كان عبدا لله معنى أنه يعي حقيقة الألوهية وأنه أقرب المقربين إلى الله وهذه العبارة تكررت كثيرا في صور متعددة مثل في الإسرائيل والمعراج ماذا قال ربنا عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام للمسجد الأقصى بعبده فمقام العبودية مقام عظيم جدا وقال سبحان الذي سبحان تسبيح تنزيه أيضا في مطلع سوس الكاث ماذا يقول الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب عبده وسمى بالحمد فكثير هي المقاطع القرآنية ربنا يبدأ بالذكر سبحانه إما بتبارك وإما سبحان الذي أو الحمد لله دائما في تنزيل الدات الإلهية والتمجيد والذكر وهذا فائحاء بأن أحب ما يحبه الله من عباده أن يكونوا ذاكرين الذي يفوقك في كل شيء من هو هو الذي يفوقك في الدكر يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وتبارك الله الذي يكثر الدكر هذا هو رقم واحد في مجال الخلق كلهم أما من فاتك وصبعك في المال والتروة والسلطة والجاه والشواهد العلمية وفي الشهرة أو في الأولاد أو في كل هذا لا يهم لأن كل هذه الأشياء هي إلى زوال مدة صلاحيتها محدودة وتنتهي الشيء الوحيد الذي ليس له صلاحية محدودة بل إلى أبد الآبدين هو الذكر والذكر هذا يسمى غراس الجنة لما يذكر العبد ربه فإنه يغرس في الجنة إذا قال سبحان الله يغرس نخلة في الجنة ضلها خمسمائة سنة وخيرات كثيرة لذلك لا نجد عجبا أن الله تعالى هو داته بنفسه العلية يمجد داته ويلهمنا الدكر فهنا قال تبارك الذي نسى فرقان في الكهف قال الحمد لله الذي أنزل وفي إسرق سبحانه أسرى بعبده وهكذا ذوى ليك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا للعالمين كيف نحن ما زلنا في مكة المكرمة هل الدعوة الإسلامية هي دعوة عالمية أم دعوة محلية بعض المستشرقين الذين ينتقدون الإسلام ويبحثون فيه عن العيوب ما تذكروا؟ قالوا بأن حقيقة الدعوة الإسلامية أنها كانت محلية أن محمد بن عبد الله بدأ كمصلح اجتماعي وكتائر وكقائد على المستوى المحلي في مكة ثم بعد ذلك سوف يهاجر إلى المدينة وبدأ كان سيكون فقط في بلاد العرب كزعيم سياسي في بلاد العرب لكن مع الفتوحات الإسلامية التي امتدت إلى آسيا وإلى إلى الصين وإلى الهند وإلى الدول البعيدة جدا وإلى العالم المغرب العربي وامتدت هذه وإلى الأندلس وصلت إلى كل مكان قالوا هناك غيروا المفاهيم وقالوا الدعوة إسلامية عالمية ألا مفهوم العالمية لم يتبارور عند المسلمين حتى بعد أن شهدوا الفتوحات وصار عندهم طمع سياسي للنفوذ والسلطة فقالوا الدعوة عالمية ولكن هذا كله كلام مغلوط فالدعوة الإسلامية عالمية من أول يوم سلطة الفرقان نزلت في مكة المكرمة والمسلمون مستضعفين في الأرض معظمهم عبيد وخدم ونسب سطاء وربنا ينص فيقول ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا منذ البدء وربنا عز وجل يؤكد هذه الحقيقة أن الدعوة الإسلامية غير خاصة بالعرب ولا في منطقة محلية ولا في جزء من الكوكب الأرضي بل هي عالمية ما معنى العالمين العالمين يقولون كل ما سوى الله هو العالمين هناك الله سبحانه وتعالى وهناك العالمين وأدخل فيها ما شئت الإنس والجن والحيوان والجماد والنبات والأفلاك والنجوم وكل حركة وكل حركة وسكون كلها تنطبق في مفهوم العالمين فيما سوى الله سبحانه وتعالى فسيدنا النبي جاء نذير لأن هناك بشر رفضوا دعوة الله رفضوا الإيمان رفضوا الصلاح فجاء النبي الكريم نذير فيسمى البشير النذير ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا هنا ربنا عز وجل يعطينا ورقة تعريفية عن ذاته العلية من هو الله فالمشركون قالوا يا محمد نحن نعبد الأصنام نعبد الساف ونائلة وهبل والات والعزة وأنت تقول إلهك اسمه الله من هو الله من هو فأجاب ربنا عز وجل بهذه الآية كورقة تعريفية من هو الله قال الذي له ملك السماوات والأرض الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وله الملك هل من أحد يدعي أنه خلق السماوات والأرض هل من أحد يدعي أنه له ملك السماوات والأرض أبدا ماتبت لأحد أنه يدعي له الملك للسماوات والأرض قد يكون عينه الملك في بقعة أرضية في مساحة معينة يدعيها ثم يموت ويتركها ولكن هل يستطيع أحد أن يدعي بأنه ملك الشمس والقمر والنجوم كان النمرود في عهد سيدنا إبراهيم قال له أنا الإله فقال له إن الله يجعل الشمس تشرق من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر ما استطاع أن يغير حركة النجوم والكواكب هذا النمرود الذي كان في عهد إبراهيم عليه السلام وكان من أقوى الجبابرة في التاريخ سيدنا إبراهيم بدكائه قال إن الله يبعث الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت بهت الذي كفر ولم يستطع الإجاب الله تعالى يتحكم في دوران الشمس والقمر مع العلم أن المجموعة الشمسية الشمس والقمر هي عبارة عن نقطة صغيرة في مجرة التبانة تصبروا معي أي الأحباب لكي نعي عظمة الخالق الشمس الأرض أولا نحن نحن نقطة في الكوكب الأرضي والكوكب الأرضي كله نقطة في المجموعة الشمسية والمجموعة الشمسية كلها نقطة في كوكب التبانة وكوكب التبانة نقطة في كواكب شتى حتى قال علماء الفلك هناك ملايين والملايين والملايين الأفلاك والكواكب والنجوم التي لا تعد ولا تحصى بمعنى أن الإسان لا يظهر عضوة معنى الله أكبر 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 الملحدة فكان المشركون قال لهم ربنا ولهو القصة الأرض وهناك بعض المسيحيون كانوا يتواجدون في البقاء العربية ويعبدون سيدنا المسيح يقولون بأن الله تعالى ولد المسيح المسيح ابن الله وطوائف من اليهود يقولون بأن العزير ابن الله فربنا يرد عليهم الله تعالى حاشى أن يكون له ولد لأن الذي له ولد يريد الاستمرار لمن نحن نريد الأولاد نريد أن نستمر سنموت ويخلفون الأولاد وأولادنا يليدون ويخلفهم أولاد هذا معنى قوله تعالى أنه سيجعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا فالإنسان محتاج إلى الأولاد يريثوه أما الله تعالى فهو الوارث الله لا يورث الله هو الوارث وغير محتاج إلى أولاد ولا إلى ذرية فهو ينفي كلام المسيحيين واليهود الذين ادعوا بأن الله تعالى له ابن اليهود قالوا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ربنا ينفي هذا ولم يكن له شريك في الملك مشرك العرب كانوا يعتقدون بأن الله موجود كان هناك فئة تؤمن بوجود الله لكن تعتقد أن هناك أصنام هي الشريك له فكانوا يقولون في حجهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه ومن ملك فكانوا يعتقدون بأن بأن ربنا موجود لكن عنده شركاء الله تعالى يقرر هنا عقيدة التوحيد ما في شركاء الله واحد أحد لم يكن له الشريك في الملك وكل من ادعى الشرك مع الله تعالى فعمله مردود وخلق كل شيء فقدره تقديرا يعني كل ما يخطر على بالك ربنا هو الخالق الخالق انظر إلى أعظم ما في الوجود هذه الأفلاك وهذه النجوم وانظر إلى أحقر ما في الوجود الحشرات والدبابات وهذه خلقها الله هل يستطيع كل علماء العالم أن يخلقوا دبابة ما يستطيعون رغم التكنولوجيا الحديثة المتطورة ورغم الاختراعات والابتكارات والاكتشافات في عالم البيولوجيا وعالم الفيزياء والكيمياء وعالم الرياضيات وعوالم مختلفة ما يستطيعون نحن الآن العالم يواجه فيريس كورونا لحد الساعة على مدر 24 ساعة في روسيا في أمريكا في أوروبا في الصين في كوريا في اليابان هناك فرق طبية عظيمة جدا تشتغل ليلة نهار لكي تجد لقاح لهذا الميكروب الصغير فيروس كورونا وما زال هناك هناك تعطر كبير جدا ولا يبدو أنه سوف يقع هناك لقاح اللقاح لا يكون إلا بالتوبة والاستغفار والإنابة والرجوع إلى الله لأن الأمراض العادية ربنا خلق الداء وخلق الدواء أي داء سرطان خلق أوجاع أسقام أي مرض داء ربنا خلق له دواء لكن هناك بعض الأمراض لا تكون عبارة عن أمراض عادية تكون رسالة من السماء رفعها لا يكون بلقاح مضاد رفعها يكون بالتوبة والإنابة والاستغفار والرجوع إلى الله ورفع الظلم عن الخلق وإقرار العدالة بين الناس والانتظام على شريعة الخالق هنا سوف ينتهي المأساة نهائيا فالله تعالى هو الخالق وخلق كل شيء كل ما يخطر على بالك ربنا هو الذي خلقه هذا رد آخر على بعض الفئات كانوا في الصين وفي الهند منذ زمان كانوا يعتقدون بأن هناك إله خالق للخير وهناك آلهة خالقة للشر فالأسطورة اليونانية أيام زمان بوتريموس يقول بأن أسطورة بوتريموس في الفكر اليوناني يقول بأنه خالق الشر وهناك آلهة خالقة الخير وهناك إله الحرب وإله السلم وإله المطر وإله الزلازل وإله الجمال وإله القبح هذا كل كلام فارغ هذه أسطورات وثنية عند اليونان وعند الإغريق القدامة لكن القرآن العظيم كلام رب العالمين يقول وخلق كل شيء كل ما في الوجود من خير أو شر هو الخالق سبحانه فقدره تقديرا وخلقه كل شيء فقدره تقديرا كل شيء بمقياس مقياس عظيم وذلك باحث أمريكي قام بدراسة غريبة جدا وجدوه يسجد ويطيل السجود قيل له لم تسجد قال بهذه الكلمة فقدره تقديرا كل شيء في الوجود له مقاييس محددة الكوكب الأرضي كشرته لو زادت عن سمكها ما استطاع الإنسان أن يقف عليها ولو نقصت من سمكها ما استطاعت هي أن تقف مستقرة وتدور حول نفسها الغلاف الجوي لو زاد قليلا عن سمكه لحاجب عن نور الشمس ولو نقص قليلا لما استطاع أن يمسك الأشياء المدرة وقص على ذلك دوران البحار والمد والجزر وكل ما في الوجود حتى السمع والبصر وحتى كل ما في الوجود مقدر تقدير بالسنتيم بحيث لو زاد قليل لما كان الحياة ممكنة فوق الأرض فقط وجدوا القمر الكوكب للقمر لأنه بعيد عن الجاذبية الإنسان إذا صعد على القمر يبقى فقط سدسه بمعنى أن الإنسان إذا كان فيه ستين كيلوغرام إذا صعد إلى القمر صار وزنه عشرة كيلوغرامات لهذا رجال القمر ماذا يفعلون في الفضاء يضعون مواد حديدية لكي يثقلوا وزنهم حتى يثبت على الأرض ما يثقل أن يثبت لكن الله سبحانه وتعالى نحن في الأرض أعطنا الجاذبية فيها التبات خلق عظيم جدا حتى البصر السمع كل شيء في الوجود مقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا هنا ربنا عز وجل يتحدث عن ذاته العلية ويعرف بنفسه أنه الخالق ويقرر عقيدة التوحيد نحن أمة لا إله إلا الله نحن أمة الإسلام عندنا ما ليس عند غيرنا نحن عندنا عقيدة التوحيد والعالم اليوم محتاج إلى فقه جديد وإلى توعية جديدة لكي يعرف خالقه ويعرف الوجود من حوله ويعرف مصيره ثم يقول الله تعالى بعد ذلك واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ربنا يتعجب يقول ما لهؤلاء الخلق تركوا الخالق عز وجل واتخذوا من دونه آلهة وهم يعلمون أن هذه الآلهة ضعيفة ما عنده قدر على الخلق ولا على الابتكار ولا على النصر ولا على أي حركة ولا سكون هي ضعيفة جدا هل تستطيع أن تخلق شيء؟ لو يجتمعوا أن يخلقوا دباب ما خلقوه؟ ولو سلبهم الدباب شيئا ما استنفدوه منه؟ فكل هؤلاء هل هم حمقى أم مغفلين أم ماذا؟ إنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا حتى هذه الآلهة نفسها هذه الآلهة نفسها لا تملك لنفسها ضرا ولا نفع فكيف تنفعك أو تضرك؟ وهذا ينطبق على الآلهة في التاريخ أيام زمان كان آلهة عبارة عن أصنام وأوتان وحجارة وفي كل عصر هناك آلهة في عصرنا هذا مثلا نجد الآلهة هناك من يتشبت بالقبور ويتشبت بالأضرحة ويضند بأن تضر أو تنفع ويلتمس من الشفاء هذا 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 شرك العياد بالله لابد لا تدعو إلا الله وحده ولا شريك له هناك من يعتقد في الآلهة ليس في القبور وإنما في التحليل المادي التحليل المادي لكل شيء عنده مادية ديالكتكية أن هي فلسفته هي عقيدته وينكر ما سوى كل هذا وهناك من عنده إديولوجيات شتى مختلفة وألوان وهناك من عنده السياسات يقف عند السياسة التي يعتنق المذهب الفكري والإديولوجي وكانه عقيدة بالنسبة إليه وهناك من يعبد المال والتروة يعيش من أجلها وهناك من يحب الشهوة ولو كانت حراما أشكال وألوان فالناس أشكال وألوان لا يملكون لن أنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا هل هؤداء عقلاء تعبد مخلوق هو أصلا هو لا قدرة لعى الخلق أبدا بعد هذا ربنا عز وجل يبدأ فيقرر قضية أخرى بعد أن قرر قضية توحيد سيقرر المسألة الثانية وهي صدق الرسالة المحمدية الرسالة المحمدية هي رسالة عالمية وهي رسالة صادقة وكل ما فيها وحينا السماء غير قابل للجدال ولا للنقاش وأي اجتهاد لا يكون خارج النص وإنما يكون داخل النص فماذا قال ربنا عز وجل حكاية عن المشركين وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين كتتبغى فهي تملى عليه بكرة وأصيلة هذه دعوة المشركين لما رأوا بأن الدعوة الإسلامية فيها إغراء والناس أصبحوا يقبلون عليها بدأت حرب الإشاعة فاجتمع المشركون وقالوا بأن كل ما أتى به محمد إفك ما معنى الإفك هو الكذب هو البهتان إفك افتراه اختلقه وأعانه عليه قوم آخرون قالوا محمد كان بحاته كان يبحث وكان رحاله واتصل بأهل الإغريق وأهل الرومان والفرس واليونان واتصل باليهود والنصارى وبالكوهان وبالجن ومن خلال كل هذه المعارف كون شيء اسمه قرآن لقد كان يطلب المعون من كل هؤلاء وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا ربنا يقرر بأنهم يعلمون بأن سيدنا محمد ما كان له علاقة آبدا مع أي جهة سيدنا النبي منذ أن خلقه الله تعالى كان يرعى الغنم وبعد ذلك صار يتحنث في غار حراء يطلب من الله تعالى الرحمة والمغفرة والردوان إلى أن ألهمه الله تعالى بالوحي وأكرمه ثم بعد ذلك صار في مكة مع أهله وكان يسمى بالصادق الأمين ما كان له علاقة لمع مفكرين ولا فلاسفة ولا شعراء ولا أدباء ما عنده روافد علمية ما عنده منافد للمعرفة بل معرفة فقط وحي من السماء وهم يعلمون ذلك لكن هذه تسمى حرب الإشاعات فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة أساطير الأولين أخذ العلو من الآخرين وكانوا يملونها عليه وينمقها ويصففها كل هذا ربنا عز وجل يفنده فماذا قال قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما بمعنى أن القرآن إنما أنزله من أنزله رب العالمين عن طريق جبريل عليه السلام وهو الذي يعلم أسرر كلها في الأرض وفي السماء ثم قال إنه كان غفورا رحيما العلماء وقفوا عند هذه الآية رغم أن مشرك قريش كانوا على ضلال وكانوا يتعنتون ويعذبون المسلمين ويحتقرونهم ويعين الحرب على الإسلام ومع كل هذا ربنا ماذا قال إنه كان غفورا رحيما الله غفور الله رحيم رغم كل هذا يفتح لهم باب التوبة باب الرحمة لكي يعودوا إلى رشدهم إلى فطرتهم السليمة وإذا تتبعنا الآيات التي فيها الرحمة والمغفرة في القرآن أدهشنا أسلوب القرآن وعلمنا بأن الله سبحانه وتعالى من أبرز صفاته أنه رحمن رحيم غفور كريم فقط أن الإنسان ينتبه ويعود إلى رشده فيسد الله تعالى غفورا رحيما مع كل هذا رفضوا وتعنتوا وبدأوا يطعنون في شخصية النبي الكريم سيدنا النبي كان فيه الحياء وبدأوا رأوه في الأسواق يتجول معهم وقت الطعام سيدنا النبي يبحث عن طعامه وإذا جاء وقت العمل سيدنا النبي كان يخرج مبكر إلى السوق ليعمل يبيع ويشتري كان يرعى الغنم وصار تاجرا فتعجبوا قالوا هذا الرجل بالأمس كان معنا على الملأ يتحدث عن الدين وعن العقيدة وفي الصباح الباكر خرج مبكرا إلى السوق يبيع ويشتري ويحمل الأثقال ويرد النقود إلى أصحابها كيف؟ هذا النبي إنه بشر وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا هل يعقل أن هذا النبي يبيع ويشتري؟ هذا فيه دليل أعظم على صدق النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تسوروا لو أن الله بعت النبي عبارة عن ملك ملك النس أكيسي فيرفضونه يقولون طبيعته ملائكية ونحن طبيعة بشرية كيف نقتدي به ويكون عذرهم مقبول لكن الله تعالى بعت نبيا من جنس البشر وعاش معهم ردحا من الزمن وعلموا بأنه صادق وأمين فلماذا يكذبونه إذن؟ فربنا أقام الدليل ثم هذه الآية فيها دليل آخر على الكسب لأن أهل الدين وأهل الدعوة ليسوا عاطلين لن نتصور أن رجل يدعو إلى الله فقيه وعالم وعاطل عن العمل وينتظر المساعدة وينتظر الإحسان من الخلق أبدا من صفات أهل الدين والفقهاء والمحدثين والعلماء والدعاة أكثر الناس حبا في العمل يستيقظ مبكرا يذهب يبحث عن رزقه حيثما وضعه رب العالمين أما أن يجلس في بيته وينتظر احتوى عنده جريمة احتوى عنده وحد المساعدات تأتي من هنا وهنا لن يكون مستقلا في رأيه ولا في حكمه ممكن إذا أمروه أن يأتمر وإذا نهوه أن ينتهي أما المؤمن الصالح فإنه يعمل بعرق جبينه ويعتبد على ربه فهم قالوا هذا الرسول يأكل الطعام وماذا سيأكل لو كان ملك لن يأكل ويمشي في الأسواق سيدنا النبي كان طبيعيا وكان كان اجتماعيا كان يدف مع الناس في الأسواق ويجنس معهم ويعيش معهم يوما بعد يوم هذه الآيات تسجل صفات النبي محمد بن عبد الله أنه اجتماعي بطبعه أنه إنسان فيه طبيعة بشرية وأنه يتعامل مع الناس بكل أريحية فقالوا لو كان عنده كنز آه لو كان عنده كنز ينفق منه ربنا غني الأنبياء عادة ربنا يخلقهم فقراء معظم الأنبياء فقراء إلا القلة القليلة باستثناء داود عليه السلام جمع الله له من الملك والنبوة وسليمان أيضا ابنه أعطاه الله الملك والنبوة ما عدى هؤلاء فمعظم الأنبياء كانوا فقراء وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان فقير وكان لا يجد حتى الطعام يدفعه يعيش على الأسودين التمر والماء ثم وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا يقول هذا الرجل ما يعيش سيدنا النبي لا يتعب أنه في الصباح يقوم يدب إلى السوق يشتري البضاعة بالجملة وكي يعود بيع بالتقصيد وكي يربح هذا الشرق اسم الله تعالى ويشتري طعاما كي يتقدى وكي يدي لأهل بيته يطبخون الطعام يستريحوا قليلا ثم يخرجوا إلى الناس ويدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى العبادة ويدعوهم إلى الإيمان فقالوا من أين يأتي بهذه القوة ومن أين يأتي بهذا الكلام إن تتبعون إلا رجلا مسحورا هذا في سحر وكلامهم صواب لأن القرآن الكريم له تأثير عظيم كل من سمع القرآن الكريم يتخير من الداخل فكان مشرك قريش يمنعون أولادهم ونساءهم أن يسمعوا القرآن كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق في التجمعات يجلس ويفتتح كلام الله بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ القرآن فلما يسمعونه يبدأ يصفقون ويصفرون ويمنعون بناتهم وأولادهم ونساء من الاستماع مخافة أن يتأثروا بأسلوب القرآن فقالوا احذروا هذا القرآن سحر ومحمد ساحر فالعلماء قالوا من هذه الزاوية صدقوا لأن تأتي القرآن قوي إن هذا إلا سحر يؤثر أي يؤثر فقال ربنا عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا فلا يستطيعون سبيلا إلى أن قال سبحانه تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا مرتان يا ربنا يقول تبارك في الأول مدى قال تبارك الذي نزل فرقانا على عبده ليكون للعالم ديراء هنا أعدى كلمة تبارك فقال تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك وقد جاء في الحديث أن سيدنا النبي محمد بن عبد الله لما كتر عليه القيل والقال بأنه فقير وبأنه يدفل الأسواق ويتزحم مع الناس من أجل الرزق لو كان نبي حقا لا أعطاه الله تعالى كنز من عنده أو عنده جنات وعنده حقول ومزارع فبعت الله إليه ملكا قال يا محمد إني مرسول الله إليك إن المشركين يؤذونك بالفقر فلو شئت يا محمد ربنا سيعطيك ما تشاء من المال أطلب لو شئت أن يجعل جبال مكة وتيهامة كلها دخب وفضة تنفق فيك ما تشاء هل تريد يا محمد ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغ ربي أن يدخل لذلك للآخرة أنا لا أريد الدنيا الدنيا زائلة وقصيرة للأمد بلغ ربي أني أريد أن يدخل لهذا النعيم وهذه الكنوز وهذه الأموال من دهب وفضة حتى الدار الآخرة في الخلود فنزل قول الله تعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بشره الله تعالى يا محمد كن مطمئن في الآخرة سيعطيك أكثر مما تظن سيعطيك جنات تجري من تحتها الأنهار تصور هذا المشهد يعني واحد الفيرمة وديز تحت من الوادي نحن نشوفه غرفة إيطاليا فينيزيا المشهد القصور وفيها المياه يقول لك ما أدهش هذا المنظر العذب الجميل فما ظنك بالجنة جنات تجري من تحت الأنهار ويجعل لك قصورا هذه اللحظة كن سيدنا النبي والصحابة عاجف الخيام غير خيام من توب وتقلعها الرياح لكن ربنا يعيده بالقصور العظيمة والمتسعة ثم قال بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بساعة سعيرة مشكلة هؤلاء المشركين والكفار أنهم يكذبون بالبعث والنشور إنهم يعتقدون بأن حياتهم هي فقط الدنيا لهذا يعيشون طولا وعرضا وينسون بأنهم غدا أو بعد غد سوف يموتون الموت لا محالة لا محالة من الموت ولكن الخطر ليس في الموت بل في البعث والنشور وقيام الساعة لكن هؤلاء كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرة يعني المصير لمن صدق بالساعة الجنة والقصور والنعيم لكن من كذب بها أعتدنا له سعيرة السعير ربنا هنا سوف يقدم لنا ورقة تعريفية عن السعير ما هي السعير لاحظوا أيها الأحباب الكرام في هذه الآيات كل مقطع هو عبارة عن ورقة تعريفية لقضية معينة في الدين هنا سيعطينا بعد أن تحدث عن عقيدة التوحيد وعن الدات الإلهية وعطنا ورقة تعريفية عن صدق الرسالة المحمدية سوف يعطينا الآن ورقة تعريفية عن السعير ما هي السعير إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين ذعوا هناك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا نسأل الله السلام والعافية هذا وصف خطير للسعير مرة تسمى جهنم مرة تسمى النار مرة تسمى عذاب الله ومرة يسميها السعير السعير بمعنى أنها سعرت أنها تتأجج إذا رأتهم من مكان بعيد سئل النبي الكريم يا رسول الله وهل النار ترى إذا رأتهم هل هذا أسلوب مزاجي من المزاج أم أنه حقيقة فقال النبي الكريم إن الله تعالى يركب للنار عينان يركب لها عينان فتنظر من بعيد وتعلم أصحابها وتشتق إليهم وتلتهمهم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا لما تراهم تزداد في الإشتعال وتزداد في التغيض غاضبة تقول أنتم الذين كنتم في الدنيا تحاربون الدين وتحاربون القرآن وتكذبون محمد بن عبد الله أنتم وتغضب جهنم عندها شخصية قوية لها سمع ولها بصر ولها نفسية سمعوا لها تغيضا وزفيرا الزفير رحضوا الفرس لما يقوم بالزفير ربما قد نشعر بالخوف لما نرأى فرس للسباق يقوم بالزفير صوت مرعب فما ظنك بنار جهنم وي أعظم مما تتصور إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيض وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين ذعوا هناك ثبورا الله يسترنا يا رب قال لك أن جهنم هي كبيرة لكن فيها مكان أمكن ضيقة يعني أن السجن ضيق ونحلم بأن السجناء كان هناك السجن العريض السجن في التبرع وكان السجن الفردي خطير السجن الفردي اللي بغو يعدموه في سجناء يدخلوا سجن فردي ما فيه لا سمع ولا ضوء ولا مع من يتكلم حتى يصاب بالجنون معلوم أن السجن اللي هو متسع كان دور في عشراء عشرين وكان المسلمون الأوغور قبل شهور في الصين عندهم أكبر سجن عالمي في عشرة ملايين أكبر سجن في تاريخ البشرية وضعه الصينيون للمسلمين الأوغور لماذا؟ لأنهم قالوا لا إله إلا الله ولأنهم يصدقون بالدين وقالوا كيف بكم في أرض التنين الأحمر تؤمنون بإله وبأساطير الأولين فعدبوهم عدبا شديد بالمقابل هناك السجن الفردي الضيق جدا من أرادوا أن يعذبوه صنعه سجنا مثل القبر ربنا يقول هكذا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا هناك غرف في النار والعياد بالله وهناك أماكن ضيقة جدا مقرنين معنى مقرنين أنهم يضع لهم الأغلال ويضع لهم السلاسل مكتفين والسلاسل كما جاء في الرواية الحديثية في العنق والأفهاد يعني أنه مزير من عنقه والفخد دياله ثم دوك السلاسل مربوطين بعضياتهم هذا مربوط مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا أخطر مما يمكن تتخيل فربنا اسمه المنتقم كل من عدب الناس وعدب الضعفاء انظروا فقط ما صنعه الصينيون بالمسلمين الأغور منذ أربع أو خمسة شهور غضبوا الله تعالى فيروس كورونا خلخل النظام العالمي هذا معنى أن الله تعالى كما أن اسمه الرحيم اللطيف بالعباد اسمه المنتقم فعلينا أن نحضر وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هناك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا جاء في الأحاديث أن إبليس أول من يدخل النار وسيدنا محمد ابن عبد الله أول من يدخل الجنة وقيل بأن الذي سوف يسبق سيدنا محمد هو بلال الحبشي سيدنا بلال سيسبق سيدنا النبي محمد قالوا كيف يسبقه وهو نبي وبلال صحابي وكان أسود اللون وكان مؤدن الرسول كيف يسبقه قالوا سوف يسبقه كما يسبق الحاجب الملك فنحن نعلم بأن الملك السلطان إذا أراد أن يدخل إلى أي مكان يسبقه الحاجب فيقول الله يبقى فعمر سيدي الناس كلهم يستعدون لقائه هكذا يقع ولله المثل الأعلى فسيدنا بلال هو سوف يسبق النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كما يسبق الحاجب الملك أما في النار فأول الداخنين إبليس ثم دريته وإبليس لم يعود له أي كلام انتهى كلامه وانتهى الحوار معه كان ربك يعطيه قيمة تحاور معه قال أنا خلقت من نار وخلقت من طين قال وقيل وقال القرآن الكريم مليء بالحوارات ربنا يعطينا درس في الديمقراطية أنه لم يلغيه قال لتكلم خذ حريتك تكلم لكن هنا في الدار الأخيرة انتهت سلسلة الديمقراطية إبليس لم يعود له أي كلام وأي حوار وأي دفاع عنده كلمة واحدة فقط يقولها ما يقول يدعو تبورا دعو هناك ثبورا يقول واتبورا واتبورا التبور هو الويل والهلاك الويل والهلاك واتبورا واتبورا فتأتي دريته ويقولون واتبورا واتبورا يلطمون أيديهم يلطمون خدودا بأيديهم وعلى صدورهم ويقول واتبورا هلكنا وها أهلكنا وينتضر رحمة الله فيطل عليهم الرحمن ويقول لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا غير القول تقول الثبور لأنكم ستبقون هنا خالدين ثبورا كثيرا كثيرا فربنا يخوفنا هذا كل تخويف حتى لا نقع في هذا الذي وقعوا فيه إلى أن قال ربنا عز وجل دائما يختم الكريم الرحيم الودود اللطيف يختم بأن يفتح لنا باب الرحمة على مصرعها وكان يخاطب مشرك القريش ويخاطب كل قارن القرآن فيقول قل يا محمد قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا من الأفضل هل هذه النار التي فيها سعير وتغيض وزفير وفيها مكان ضيق مقررن بالأصفاد وفيها ثبور أم جنة الخلد جنة عظيمة ممتدة جنة ما فيها لهوب ما فيها حزن ولا جوع ولا شقاء جنة فيها النعيم الخالد فيها الحور العين فيها الأنهار فيها الماء الغير الآسن وفيها الأنهار من اللبن الذي لم تغير طعمه وفيها الأنهار من العسل المصفى بل فيها أنهار الخمر التي يلد للشاربين فيها كل شيء طعام وشراب والصحة وعافية من الأفضل هل هذه الدار أم تلك أيها العقلاء حددوا مقامكم حددوا مصيركم أنتم بأنفسكم قل أذلكم خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون وعدة كلمة وعدة كأنه وعد بالبيع وعد بالبيع ربنا قد وعدنا هل سوف يصدق سبحانه في كلامه فقال الجواب لنا قالوا سيصدق أم لا فقال كانت لهم جزاء ومصيرا جزاء ربي سوف يطيكك جزاء على عملك ومصيرك الخالد لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا فيها الخلود الأبدي فيها النعيم الأبدي وكان على ربك وعدا مسؤولا يعني لكم حق أن تسألوا ربكم يا ربنا ألم تعين بالجنة بعد الموت يا ربنا ألم تعين بأن هناك جنة الخلد وأن فيها ما نشاء وما تشتهي الأنفس وتلد الأعين يا ربنا أليسا ألم تعين بكل هذا فيأتي الجواب الإلهي كان على ربك وعدا مسؤولا لك الحق أن تسأل ربك وربنا عز وجل إذا عهد وفى وإذا أعطى أدهش سبحانه وتعالى نسأل الله الكريم المتعال أن يرزقنا وإياكم قوة الإيمان وقوة اليقين وأن يختم لنا ولكم بالحسنة وأن يجعلنا وإياكم من ورطة جنة النعيم وأن يحفظنا وآباءنا وأمغاتنا وزوجاتنا وأولدنا وأحبابنا وكل من لحق علينا نسأل الله أن يحفظنا من عذاب السعير ويجعلنا من أهل الفردوس الأعلى قولوا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله